افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت يرافقه محافظ المنوفية عددا من المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية واتفقد الوزير والمحافظ أعمال تنفيذ الشبكة الاتصالات ومد كبلات الألياف الضوئية في قرية شامة بمركز أشمون وذلك في إطار مشروع توفير خدمات الانترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة كما تم افتتح مكتبين للبريد بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبردية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بالنسبة لمشروعات وزارة الاتصالات في المركزين هنا عندنا 234 مشروع من إجمال عدد 1606 مشروع بتمثل هذه المشروعات حوالي 15% من إجمال المشروعات المشروعات الموجودة عندنا في المركزين عندنا 81 مشروع مد شبكات ألياف ضوئية في عدد 81 قرية وألياف ضوئية يعني انترنت فائق السرعة عندنا النهاردة 40 مكتب بريد تم الانتهاء من عدد 38 مكتب بريد ومتبقي مكتبين بريد بالإضافة إلى 20 مكتب بريد في المجمعات الخدمية في إطار المبادرة الجامعة لها أدوار كتيرة جدا بتلعبها في حياة كريمة وبتدعم أوجه كتير من حياة كريمة منها كلية الهندسة عندي مثلا في الترخيص وفي انتهاء أعمال الهندسة المدنية والشغل اللي بتعمل في المبادرة كلية الهندسة بتشارك في كل اللجان مع المحافظة في تنفذها حياة كريمة في ريادة الأعمال في رفع الثقافة في القرى المبادرة دي مبادرة هي عبارة عن تضامن ما بين وزارة الاتصالات ووزارة الامن الاجتماعي هما الاتنين بيساعدوا الخرجين سواء في كل محافظات مصر إنه بيحصل على نوع معين أو شكل معين من التأهيل اللي بيخليه يشتغل وهو في مصر في مشاريع كلها أو في شركات بتبقى أوسورسينج خارج مصر وده تكملة طبعا للخطة بتاعة الدولة اللي بتستثمر في الشباب بتوعها وفي خرجين الجامعات إنه يقدر وهو موجود جوى مصر يقدر يشتغل على مشروعات في العالم كله ويقدر يحق منها داخل طبعا المركز اختلف طبعا عما كان في السابق يعني تم تطويره طبعا وتم تطوير الملعب اللي هو النجيل الصنوعي من قبل حياة كريمة وطبعا بالنسبة للمكتبة تم إضافة كتب بالنسبة للمكتبة والمكتبة شغالة برضو على الاستعارة وعلى كده الشغل يعني إيه لإجامة القطاعات يعني